موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج كماشر سكايب حديث عراقي قبل أيام تحدث وزير المالية الحالي حديثا عن الاقتصاد العراقي أتحدث عن النفط أن الدولة ستنهار الاقتصاد العراقي سينهار بعد 5 إلى 10 سنوات لأن النفط سينضب أو أسعاره ستقيل والمعروض من عنده يعني الطلب عليه سيقيل وهذا حقيقة هاي واقعة والكل يعرفها وبالتالي موارد العراق الوحادية بلد العراق بلد ريعي يعتمد على النفط على موارد النفط 97 إلى 100% من مواردة المالية هي تأتي من النفط والباقي ربما البعض يتحدث عن 95% وال5% ربما الباقي هي خدمات مرتبطة أيضا بالنفط يعني منافذ حدودية معرف شنو تجارة هي لا تسوي شيئا وبالتالي لدينا لا صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا أي قدرات أخرى ممكن أن تضيف مبلغا أو رقما مهما في واردات الدولة العراقية بالتالي نعتمد على النفط كأساس ما تحدث به وحقيقة والكوريا عرفه وتحدث أيضا لكن في نفس حديث تحدث عن أن وزارة المالية غير قادرة بعد العام 2023 يعني بعد سنة ربما من الآن يعني تحدث لأننا الآن في نهاية يعني عام 2022 السنة القادمة 2023 قال أنه الوزارة المالية غير قادرة على تمويل مشاريع الكهرباء واستيراد الكهرباء والغاز لذلك يحتاج قطع الكهرباء إلى أصلاح وقال أيضا أن كلفة الكهرباء الشهرية 20 تريليون دينار ونسبة الجباية 10% فقط من كلفة التوليد طيب هو يتحدث عن هذا الموضوع وتحدث أيضا نفس الوقت عن الرواتب قال الرواتب التقاعدية الآن حاليا تحدث عن المتقاعدين قال الرواتب التقاعدية حاليا تبلغ 19 تريليون دينار وتمول من الموازنة العامة وهو يعني يشير إلى أنه يمكن إلى تقريص هذه الرواتب الموظفين طلعوهم طبعا في كل الأحوال قضية الموظفين فيها ترهل كبير نعم لا يوجد دولة بالدنيا لديها ما أدري أربع ملايين موظف معرف والبعض يتحدث عن سبعة ملايين موظف عسكري ومدني وكارثة كبيرة وبطالة مقنعة بكل الأشكال الموظف لا يعمل أكثر من سبعة دقائق لأثمان دقائق يوميا وباقي الوقت كله كذب إهدار ومشاكل كبيرة لدينا ولدينا فساد ورشاوة ومصائب كبيرة عموما لكن من صنع هذا صنعتها الأحزاب الحاكمة في العراق عندما أنهت الصناعة وأنهت الزراعة وأنهت التجارة وأنهت كل شيء حولت العراقين إلى شعب مستهلك إلى شعب لا يعمل كسول فبالتالي خافوا على رواتبهم خافوا على هذه المبالغ التي تأتيهم خافوا على لقمة العيش ووقفوا على الحياة في قضية لا يمكن لأحد أن يقف فيها على الحياة قضية وطن عموما هذا ليس موضوعنا ربما أو هو جزء من موضوعنا ربما المهم وزير المالية تحدث عن الكهرباء وتحدث عن الرواتب التقاعدية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو وزير المالية في أي سياسة اقتصادية يتحدث يعني العراق وشنين سياسة الاقتصادية؟ تحدث وزير المالية وهذا الشكل هذه هي اشتراطات البنق الدولي يعني من يتحدث أنه هذه خطة ورقة بيضاء هذه كذبة كبيرة هذه اشتراطات البنق الدولي البنق الدولي لكي يتعاون معك لكي يدين تصلت بك لكي يعطيك قرؤوذة لكي يشرف عليك يجب أن تنفذ شروطه ومن شروطه هي هذه جزء من أجل طيب إحنا في أي نظام اقتصادي؟ شنو نظام الاقتصادي؟ هل هو رئيس مالي؟ ما رئيس مالي؟ هل هو مختلط؟ ما مختلط؟ هل هو اشتراكي؟ مشتراكي؟ نحن بلا سياسة اقتصادية أساسا فكيف تنفذ هذه التعليمات والسياسة العامة غائبة والسياسة الاقتصادية غائبة؟ نحن بلا سياسة هناك سوق حرة الناس تعتمد على اقتصاد السوق الحرر أس مالي الناس تعتمد على النظام الاشتراكي نظام مختلط اقتصاد تقليدي اقتصاد جزئي اقتصاد معياري وكثير من الاقتصاديات موجودة يمكن عشرة تنواع من الاقتصاديات لكن احنا ما ينطبق علينا اي اقتصاد اقتصاد الفوضى ما عندنا سياسة اقتصادية ما عندنا شكل للسياسة الاقتصادية والمواطن أنتم من أجبرتم وسرقتوا وفسدتوا وخربتوا ودمرتوا البلد وبالتالي المواطن ليس لديه فرصة الآن تعيرونه بالرواتب وتضغطون عليه بالرواتب والمخصصات التي تعطوها له خفضتوا قيمة الدينار وازلتم من رواتبه استحصلتم من رواتب نحو 25% شلتوا المخصصات وكذا وصلت الى 45% من رواتب الموظفين حتى تمولون الرواتب وزادت اسعار النفط ولم تتحدثوا عن ذلك وبالتالي دينار خفضتوا قيمته مقابل الدولار وقلتوا انه لو لا هذه الخطة الحكيمة لما استطاع العراق ان ينهض او لسقط العراق هو مو العراق اللي يسقط العراق حشاء من السقوط انتم تسقطون عمليتكم في سياسية تسقط هذا نظامكم انه تهرئ يسقط لكن انتم حافظتوا على العملية السياسية ليس اكثر وبالتالي عندما تتحدث عن الكهرباء الكهرباء صرفتوا عليها مئة مليار دولار اكثر من مئة مليار دولار سرقات وفساد وخراب ولم تأتوا الكهرباء الكهرباء لحد الان تتقطع الان تحاسب الناس على الجباية المواطنة تحملكم ساعة سنة تحمل كل هذه الكارث التي حلت عليه بسببكم بسبب انقطاع الكهرباء لا بالمدارس لا بالبيوت لا بالمعامل لا بكل شي الان تطالبوا والله عشرة بالمئة برس الجباية واحنا دا نصرف عشرين تريليون دينار شهريا الكهرباء طول عمرها كانت نظام الدكتاتوري وغير الانظمة والنظام الملكي وغيره كلها توفر الكهرباء كانت وببلاش بأسعار رمزية ولا تتحدث عن جبايتها بهذه الطريقة لماذا أنتم اللي جئتم من أجل المظلومية تتحدثون بهذه الطريقة الآن وأنتم اللي خربتوا البلد ومئة مليار أكثر من مئة مليار دولار صرفتوها على الكهرباء ومحطات الغاز وإحنا ما عندنا غاز وجبتوا محطات غازية لأجل خدمة إيران والآن تستوردون الغاز من إيران حتى تشغلون هذه المحطات الغازية لكي تأتي الكهرباء وتستوردون كهرباء من إيران ولا تعملون على أصلاح الكهرباء في العراق لماذا؟ كل هذا والآن تحددون المواطن بخطع الكهرباء عنه والجباية أكثر لكي تزيدوا عليه قساوة الحياة وقساوة الظروف الاقتصادية هو المواطن الآن أكثر من 13 مليون عراقي تحت خط الفقر العراقين أغلبهم فقراء وبالتالي قللتهم قيمة الدينار العراقي وزادت خارطة الفقر وزادت أعداد الفقراء الآن تريدون أن تزيدوا أكثر لا يستطيع المواطن أن يوجر بيتهم لا يستطيع أن ينتقل لا يستطيع أن يصرف على أولاده لا يستطيع أن يدويهم طببهم لا يستطيع أن يوكلهم لا يستطيع أن ندفع كهرباء هivals هذه جزء من عدهين والآن وصلتم إلى الحديث عن رواتب حتى المتقاعدين هؤلاء الذين خدموا الدولة أعطوها زهرة أعمارهم ودفعوا خلالها كانت تقطع من مرتباتهم هذه مبلاش كانت تقطع من مرتباتهم مبالغ معين لليجد التقاعد ليجد خدمتهم في آخر عمرهم الآن يعيرهم بها وزير المالية يريد يقطعها لأنه يقللها لأنه 11 رليون نصرف وين كنتوا وين سياستكم الحكيمة وين سياستكم الاقتصادية فبالتالي هؤلاء يريدون أن يدمروا العراق بهذه الطريقة يريدون أن يسرقوا والشعب يزداد فقرا ويزدادوا ثراء ولا يقولون لنا إحنا في أي نظام يا نظام اقتصادي وين سياستنا الاقتصادية وين سياستنا العامة لا أحد يعرف الحقيقة شكل النظام الموجود في العراق نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام اجتماعي غير معروف الآن فوضى عارمة والكل يتحدث بفلسفة لا يفهمها إلا هو ولا تفيد إلا أصحاب الجيوب الممتلئة هذا واقع الحال الحقيقة وهذه مخرجات هذا الفساد مخرجات هؤلاء الذين حكموا العراق منذ عام 2003 لحد الآن والذين ما زالوا على سدة الحكومة وزالوا يتصارعون على السلطة وما زالوا يتحدثون عن الإصلاح وبناء العراق مع الأسف الشديد يتحدثون بوطنية وهم الأبعد عن الوطنية والأبعد عن حب المواطن يتحدثون عن المظلمية وهم أكثر من ظلم العراقي وظلم العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة